الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه رددوا معي كلكم من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه اللهم صلي على الصديق العظيم علي بن ابي طالب الذي ليس مثله شيء اللهم على كل من ظلم علي بن ابي طالب واستباح حرمته وانكر بيعته لعلي بن ابي طالب افعن مات او قتل اللهم على كل من اذى علي بن ابي طالب طرفة عين ساعدك الله يا ابا الحسن على كل هذه الاهوال ايها الصبور العظيم والله كلمة صبور نزلت بحق علي بن ابي طالب انه هو الصبور مو الله علي بن ابي طالب الصبور ولكم عمياني عندي شيء ولا ولا شيء عندي شيء ولا شيء يعني ما قدر احتي احيانا تاخذنا العزة بالاثم انفقه للواحد كله يطير يعني قمت حلفت قلت بعد ما سويه انفقه ليه يطير ما اكون ابدا اقسم لكم مو انفق عبية اقسم لكم مقارنة قلت لكم عندي شعرة لا 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 شعرة كبيرة الها قيمة عندي عندي جزء من قلب مليار من الذرة هذا معلم يضحك علي يقول لي خذ هاي احيانا من اريد واحد يعني يدوس ببطنه يكمشن ووعه اوعه تبتل بدمه اقل لما ضربت لا طلقة ولا مسدس يبتل يقال شلون شاهية بالطلقة والمسدس وما رميته اذا رميته ولكن الله رمى اقضي قل اخنس مثل التوتو مشكلة مشكلة في يوم الايام انقطعت الطريق اللي انا امر بيها واللي قطحها وهابي الان بالسجن فهذا السايقل وياي خاف وسادين الطريق بحجر وصلت اقيته هو اذا عرفني يعني يكتني وصلت بس قل لي شلون معلم هو يقل لي هاي شي قلت لعمشي اجوا اربعة امرهم ان يشيلون الحجر يدنون بقصة بحجرة بيدفعونها دفع وطلعت ورحت هذا ضل صافن قلت لتيت تعرف الله والحسين شوف تعرفون القيت رجلية طول قنهيتش يعني هذا يكتني يكتني ويكتلة بس تكون انت هذا ناقش شوية شوية مو هوية قلق لي اتراب احنا بشار ولكن عليك ان تعرف حق اهل البيت ممكن كل شي تسوي بحياتك بس لا تقرب الحق اهل البيت ولذلك انا اقل للناس اذا اكو سيد قدسوا رجلة بس خاف ان يطلع من دولة جماعة الحجاج اذا مو سيد وتبوس برجلة تطلع مشكلة اذا مو سيد وتبوس برجلة يكتلك يسوي عندك يسوي عندك كورونا اذا مو سيد بس اذا سيد وتبوس برجلة قدس تقول لها محمد قمة اطبع هاي الناس ما تعرف انا وين اكو سيد اعرف سيد اذا مو سيد عرف امو سيد يقل الواحد ليش تبوس الترابط لي اسعجي قلت له ما تعرف شغل تكشنه انا مو ابوس الترابط على مودك حتى قل للمحمد صلوات الله عليه انا مطيع لأولادك فكيف انت اللهم صلي على العظيمة فاطمة الزهراء اللهم عن كل من ظلمها واستباع حرمتها كسر ضلعها اسقط جنينها كلكم مصائب الله اكبر شو هالدنيا القبيحة النتنة تعز من تعز كل خنزير وكلب عقور وتقسي ما اقدر اقول تذل حاشاهم وتقسي بهذه القسوة المرعبة على آل بيت محمد الا لعنة الله على الله من لم يكن علي المولى فان الشيطان مولاه من لم ينصر الحسين لا ناصر لي يا حماس وهذا القرآن لو جبت أعظم الأسلحة بالعالم على أن تنتصرون على اليهود ما تقدرون القضية بالحسين وإيمانكم بالحسين وأنا أدعو إلى الحسين روحوا وكتبوا على بنادقكم يا حسين على بيوتكم يا حسين وشوفوا الإسرائيلي شو يصير به أكبر من أي منشور بالعالم إذا كنتم عربا أنا كل واحد ما يحب الحسين مو عربي دي الأمر حتى جيكم من الآخر لأن الحسين سيد العرب ماكو واحد يكره سيدة وشيخة إلا المنحط وما أكثر المنحطين يا علي اللهم عن كل من ظلمه فاطمة الزهراء وآباها كسر ضلعها سقط جنينها حال بينها وبين خلافتها هيا أسباب ذبح أولادها مصاررة إرثها وورثها وفجع عليا بها لعنة كن يستغيث منها أهل النار يا شديد اللهم صلي على الحسن المجتبى والعن معاوية بن الطبقاء أخوان هذا الموقع اللي اسمه أهل البصائر كعلاقة شخصية أنا ما لعلاقة به أكو مرة من أهل الناصرية تكذب ومنتهية تقول أبو علي خلاني أنا وكيلته إذا كنت تكذبين بهذه الدرجة عينك عينك كمان تساقط أنا أدعو لأي تجمع يا حب محمد وعالي محمد ولكن أنا ليس من جزء منه أنا لا جزء من البصائر ولا جزء من النظائر في يوم الأيام غلطت غلطة بحياة صارت وي ناس ركبوا على ظهورنا ودمروا كل شيء وحتى من تحدث عني بسوء أجلس في بيته أكو شيخ أنا حب كنت حتش علي قطع ظهره التفتع على الإمام قلت لك كلمة وحدة أيرضيك هذا قطع ظهره وهو يمشي وقال قطع ظهره أنا أحارب بسيف الإمام من يحاربني فعليه يتصدى إلى الإمام إن كانت شبير أو صغير ولذلك أقول لكم عن هذه المرأة أو غير هذه المرأة ما عندنا غير واحد محاسب اسمه محمد سالم عامر أنتوا تفتهمون لو ما تفتهمون أنت النسوان تفتهمن لو ما تفتهمن شعي شن ما شتها هاي المرأة تطعنها فلوس هاي كذابة ومنافقة وخنزيرة وتكتب بالبيجات المصيبة تقلهم أنا وعلي أنا لشان عد تليفون وخليت ايش أنا أخوتي هم يعني ماتوا ثلاثة وضلوا ضلوا واثنين ما فد يوم دنية واحد للشغل لأنها شركة شل علاقة ابني ما فد يوم دنية للشغل لأنها شركة هاي شركة هي تخلي مواني أخلي المحاسب الوحيد محمد سالم عامر كل واحد ما يقدر يتصل بالبدالة يقدر يتصل بمحمد سالم ويستفسر عن العلاجات نحن مخولين غير ما أكون اللهم أصلي على الحسن المجتبى والعن معاوية من الطلقاء اللهم أصلي على الحسين سيدي بأي العبارة ننعاك بأي موقف تحسبنا معك إن قلنا لبيك يا حسين هل نحن نستحق وما هو الذي يقول لبيك يا حسين ما هي أوصافة معروفة أوصافة لا يزني لا يكذب لا يرابي لا يرتكب إن كانت مرأة أو زلمة ليس عنده ذرة كبر ينصب الناس من نفسه هذا اللي يقول لبيك صحيح أما هاي كلها عبارة عن كذب ما إلى علاقة بهذا الشيء مر علي ضرب حينما تستم جد بالإمام ما أريد أحتيها الكلمة مرعبة أخوان هذه عاشورة ربما تكون فاصلة من ما يأتي بالطبيعة من زلازل وهزات وفيضانات مدمرة أربعة وعشرين مهلكة لننتظر الأيام القادمات واللي ما نملو أنكم شيء من القوف والجوء انتظروا انتظروا أنا قلت في أوروبا هذه السنة حرارة لم تشهدها أوروبا منذ قال خلق الله أوروبا شو تشينتان عندهم قياس الحرارة سألت معلم يقال انتظر راح نحمصهم على كيفنا على الأمس يطلعون برنامج بالجزيرة الموقرة نحترم الجزيرة قناة الجزيرة يقولون راح أصير هجرة من الأوروبا إلى الشرق خوفا من الموت ببيوتهم من الناس عن اليوم تقلتها بيتقابل سبع سنين ويقدر لأخذوا مصطفى الله اللهم أصلي على الحسين الذي لا زال ينادي هل منكم من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لو ماكو القضية هنا كلمتين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم أصلي على علي على محمد على جعفر على موسى على علي على محمد على علي على الحسن العسكري على الإمام القائد والرب بعدد زنة عرش الله وعمداد كلماته وما حاط به علمه وحصى اكتابه القضية تحتاج من عدنا في هذه العيام العاشورية المرعبة العاشورية أو العاشورية يقول المعلم حينما اختار الإمام محمد محمد صادق الصدر يخرج يجلس على منبر علي بن أبي طالب لأنه كان سيدا فليس فيه ذلك خلاف ويمتلك من الشجاع ما لا يمتلكها أحد في عصره على الأطلاق لذلك على الناس أن يعرفون أني ما أعرفه أن محمد صادق الصدر لا يعرفه القاصي أو الداني ولا أريد في ذلك شيء ولكن علي أن أذكر ما يصير أكتم الشهادة مو؟ اللي يكتم الشهادة شيطان أخرس محمد صادق الصدر كان الإمام علمه ماذا يريد به الإمام وخرج محمد صادق الصدر ثائرا حسينيا مرعبا ماكوا أحد مثل محمد صادر خرج ثائر أبدا لا تقلوا للأسماء أنا أعرف كل الأسماء وين تروح وعدما ويما مشكلة محمد صادق الصدر خرج إلى الناس يقول إن الحسين ما زال حيا ما زال يقاتله أتباع يزيد وعبيد الله وعمر بن سعد وحزبهم اللعين وما زال حزب الله هو المنتصر وقف على ظهر الكوفة ماذا قال كلا كلا أمريكا كلا كلا للشيطان لم نسمع هذا الكلام هذا الكلام اللي تقول علي الناس تشكل على محمد صادق الصدر إنه بعثي لا وحقكم ما قالها لأنه يعرف أعظم تدميرا إلى العراق اثنيا حزب البعث وأمريكا أو أنتو فخرج إلى الناس علمهم شيء سؤال منو بيكم طلع للكاولية للغجر خلهم يتوبون ويجيك الواحد يقول لكم محمد صادق الصدر بعثي والله ما ردق على رأسي وشنقق هدومه واطلع بالتلفزيون اللي سواء محمد صادق الصدر لم تفعله أمه منذ الف ومئتين وخمسين سنة فحشر مع الحسين لأنه اختاره أن يكون مع الحسين على الدنيا البالية ويقدر يقعد ويساير صدام ويظل هنا تاج على الرأس أبا أن يبقى عائشا بدنيا لا يرضى بها إلا الذليل فاعلموا من هو الذليل ومن هو الأبي العظيم العزيز اعطوني واحد غير محمد صادق الصدر رغم أن تيار صدري يكرهوني كره العمى أنا ما أعتاجهم ذول عمصاروا أنا اللي أعرفهم محمد صادق الصدر كان يصلي في النجب وكنت محكوما علي الموت ولم أستطع أن أصلي خلفه وكان على إيدي اليمنى أول ما الطب قلت لأني أحبك قبل لا يكبر قال وإني أحبك بعل صوته أنا قلتها بقلب قلت لأني ما أقدر لأن علي أزور وأطلع بسرعة مرة تنتظرني لأنه بالإمام ما أريد أتعاركه يا الناس أنا أقتلهم بالإمام ما أقدر اللي يجون لي قلت لأني أحبك قال وحق أقسمه بعلي ابن أبي طالب قال وإني أحبك بشيك بشي قال تشبيك تبشي قلت لها تعرفيني رجل الجبان لا تاب علي هنعرفك ما يمر بيك مرة لجبون قلت لها الآن أخاف أن يقول السيد إني جبانا عرفتني أنا وديت شيخ ماجد وديت شيخ فلاح وديت ابو جعفر محمد وديت كل الناس قلتهم روحوا له قلدوا قال له لم أحد أدك سيدنا قالهم في يوم الأيام تقعدون يمن نعل أعزكم الله أنا اللي قلت لهم ذاك اليوم ذاكرها شيخ ماجد بمحضر مرعب قالهم أبو علي ودانا لمحمد الصادق الصدر قالت روحوا لي وقلدوا لا يسألون لليش بأمر الإمام الواصل لهاي الدرجة يحتاج التيار الصدر يحبه لو ما يحبه لذلك نحن محتاجين محمد صادق الصدر مرة أخرى هل موجود أم اكتفى إذا كان موجود فليكشف عن وجهه الصبوح دكتور هل انتهى شهر الحزن حتى يعود أم أننا شيعة أهل البيت كما كتب عليهم العذاب والبلاء والشهادة كتب علينا الحزن والمواساة والصمر لا من أدية نحن ناس منافقي نحن مو شيعة جاءوا في يوم الأيوم واحد العلي بن الحزن قال له من الأحواص من عبادان قال له احنا شيعتكم قال له شيعتنا قم حطنا روحك بالتنور قال له وين أحترقه عدى عيال هاي مثل قضية أبو تربة يضحك على الناس قالهم أنا أبو تربة أنا مع الإمام اجي تاني أقوم أقطع علي يقول بي قلت للإمام أنا ما أقدر عدى عيال وأولاد أولادك أعز التفت علي الإمام على خادم الإمام قال له حط نفسك بالتنور وصد علي التنور مو حركته مو هي شي قاموا يلمون بالإمام الإمام يحشي يسوف لهم يحشي ما بدايرهم بال بالأخير فتح التنور نارك مشتعله قال له يطلع شو بصار بيك شي قال له لا ما أولا خليني بيجنة عرشون هذولة اللي يقل له اللي احنا شيعتنا بزمنة خيهنا الآن لا شايفين للإمام ولا كل شي متشلبين باللي بقامونه جماعته ويقل لك احنا شيعة من تقول لعامي إذا أنت شيعة يبحث عن الإمام عن المصيبة الصدق يا شيعة دكتور إذا أردنا الحديث عن ثورة الإمام الحسين ما هي الدروس والعبر التي يمكن أن نستنتجها من غايات هذه الثورة وأحداثها شوف أكو حق أنت تتنازل عنه أنا أطلبك فلوس ما عندتك يا هو ما أجي أكتلك تتنازل عنه أنت غلطت علي وسبيت علي وارتكبت علي أقدر أسمح لك بس حينما تصل إلى الدين والفساد في الدين علي أن أقاتلك لو كنت والدي هذا الفرق مين الثورات الحسين لم يريد منصبا خرجا للإصلاح يعني لم أخرج أشرا ولا بطرا خرجت لإصلاح الأمة الفاسدة مو الدين الدين مو فاسد كنت شمابي احنا الفاسدين دكتور يقال لو لا ثورة الإمام الحسين عليه السلام واستشهاده ما بقي للدين باقية لماذا فقط ثورة الإمام الحسين هي من أدامت هذا الدين أين دور أمير المؤمنين عليه عليه السلام أين دور الإمام الحسن وسياسته وحكمته هل كمثل القمر استمد نوره من الشمس وأضاء إلى نهاية العالم أم للدكتور توصيف آخر لهذا المشهر قضية علي بن أبي طالب قضية مرعبة فتثبيت الولاية كانت بدم الحسين بدون هذا الدم وهذه الثورة المرعبة تموت الولاية فكان ثمن أن تعيش الولاية ويكون لها سراج ما ينضب إلى يوم القيامة هو دم الحسين توصيفي صحيح يعني استمد نوره من ولاية الإمام علي وأضاء إلى نهاية العالم لو لا هؤلاء من آدم إلى قضية ثورة الحسين إلى حسن العسكري يقدمون إلى الإمام المهدي القرابين للوصول إلى الدولة دولة الله العادلة بس جاءني مهدون لأن هاي الناس ما تقبل إذا ما تجيها شوية شوية ما تقبل بالإمام المهدي وهذا هو التمهيد للإمام المهدي شكراً لك دكتور شو بتحب توصي المشاهدين بنهاية الحلقة إخوان مثل ما قلت لكم إحنا ما عدنا أي محاسب لا هاي الدجالة من الناصرية ولا حدا عدنا محمد سالم هذا أمين جداً وغيره ماكو زائداً أنا من أبارك على مشروع أو على موقع مو معناتها أنا حاط طيدي بي أنا أذني كلهن ما إليه شغل يمهن لو أنا اللي يصير وياي أنا ابني ما أضمناه حتى أجيكم أنا الدين عندي يختلف عن كل الناس أخوان من هذا عاشور إلى عاشور القادم تغير يغير وجه الوطن العربي من شماله إلى جنوبه العنوني اللي لم أكن صادق شوف